هل ذكر الله في الوجدان اثناء التواجد في الخلاء فيه شيء يا اله انت حتى لفضورة المية قلبك ده لابد يكون متعلق بالله تلمكن ده من الاماكن المهمة اللي انت محتاج فيها معونة ربنا ولطف ربنا وتوفيق ربنا سبحان الله احد من اعرف دخل غرفة العمليات اجريت له عملية في امعائه انت عرف الله يا اخونا واضطر الاطباء ان يقصوا جزءا من الامعاء لانه اكل والطعم لا يخرج ومكت على ذلك فترة للملينات والاي شيء اتت بمفعولها ده مسألة ده مشكلة المشكلة ان في جزء من الامعاء كان رفيع جدا فربنا قدر ان الطعام ما ينزلش لو فضلتها ده مشكلة حصلوا تسمم ويخش في موعيل كبيرة فاضطر الاطباء انهم يعملوا عملية كبيرة فتحت بطنه وطلعوا الامعاء وطلعوا الفضلات واصلوا الحتة الضيقة وواصلوا الامعاء تاني مع بعضها طب الله عليك انت لما تقضي الحاجة يبا دي نعمة ومش نعمة من اللي لطف بك وترفق بك واخذك على جانب المودة والاحسان واحسن يبا لما تجد ان الفضل الله يعني المسائل فرجت معك يبا دي رطفة من الله ونعمة من الله لي صديق هذه الايام اسرى تعالى ان يشفيه وان يعافيه كان في صحة وعافية علمت بانه مريض منذ ايام ذهبت لزيارتي وجدته مجهدا منكودا مجهودا مهزومة لا يستطيع ان يتبول فاضطروا ان هم يجيبهم ده كثرة المسالك عملوله اسطرة فماشي والاسطرة في ايده عشان عبارة عن يعني اناء لاستقبال البول مش قادر يتبول وبالتالي مش قادر يروح شغله ولا قادر يروح المسجد ولا يروح الشغله ولا اي حاج لو اي احد فيك دلوقتي عاوز يتبول بيعمل ايه بيروح الحمام ويقدر حاجته دي نعمة عظيمة جدا لحد شيء لدرنأة ولا شيء للمبولة ولا اي شيء اذا عندما تدخل الخلاء ايضا انت تذكر الله تبارك تعالى تتذكر نعمه عليك ولطفه بك وتذكر آلاءه وإحسانه وجوده ده كل من جملة الذكر اذا ذكر الله تعالى حتى لو كنت في الخلاء تقضي حاجتك ترجمة نانسي قنقر